بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية المحاضرة الأولى تعريف الاستعاذة وحكمها الاستعاذة لغة العوذ بمعنى الالتجاء والاحتماء والعوذ الملجأ ومنه قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره إذن أي ألتجئ وأحتمي به سبحانه وتعالى وأما من ناحية الاصطلاح فهي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنى هذه الجملة أي ألتجئ إلى الله عز وجل وأحتمي به من الشيطان الرجيم ويقول القارئ ذلك مستعينا بالله تبارك وتعالى عندما يأتي إلى قراءة القرآن لألا ينشغل باله بعرض من أعراض الدنيا أو بأمر من أمورها فيكون مع الله سبحانه وتعالى في كلامه وفي حاله هو حكم الاستعاذة ذهب جمهور العلماء إلى أنها مستحبة وذلك بدليل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وفسروا الأمر الوارد في هذه الآية بأنه ليس للوجوب بل للندب وهناك آيات كثيرة جاءت صيغة الأمر في القرآن الكريم ليست بالواجب وإنما بالندب والاستحباب وربما بالإباحة وذلك كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاستادوا ومعلوم أن الصيد ليس من أركان الحج ولا واجباته ولا مستحباته أبدا فدل الأمر بقوله فاستادوا على أنه للإباحة فقط بعد أن كان محرما إذن يقول علماء الأصول الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف وهذا وارد أيضا في قوله تعالى فاستعذ فقد ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ أحيانا ويترك أحيانا أخرى وهذا دليل على أن الاستعاذة ليست للوجوب بل للندب وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستعاذة واجبة من ناحية شرعية وفسروا الأمر في الآية بالوجوب والأرجح والأصح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الاستعاذة مندوبة ومستحبة وليست واجبة والحمد لله رب العالمين